أول حاجة يعني حاجة نظرية وبعد كده أتكلم معك فنية كثيرا يعني كنت بقول في المقدمة أنه أسوريو حتى هذه اللحظة ما فيش أمارات وحتى الأمارات اللي بيحاول يعملها هي أمارات خيالية شوية خيالية لطيفة وجميلة يعني ممكن نشيد بيه يعني لو الفرقة مستقرة ونقول آه ده بيبدأ يحط بصماته وبتاعه بس حاس أنه خياله أكبر من الواقع معايا ممتاز يعني أنا عندي وجهة نظر أنه لو مثلا الفريق فشل السنة دي مع فريرة فأنا كان عندي يقين أنه ليه يفشل مع فريرة حيفشل معايا ومدرب تاني لأن فريرة من المدربين المميزين اللي عدوا على مصر الله عليك مهما كانت النتائج الموسم ده بس هو رجل كالي بصمة تفق معك مليون في المية فالفريق فشل معايا لأن الكواليتي قال عن الكواليتي اللي نجع مع فريرة نهاية الموسم الماضي صح عندي افتراضية كده جدالية ده أنا لو جبته أسوريا وحلطته في نهاية الموسم الماضي وقت تواجد أشرب بين شارق وإمام عشور اللي هي أبرز العناء والوينش لهم التلات عناصر الكبار اللي افتقدهم فريرة الموسم ده صح والسوري ما كانش يقدر ينجح النجاح اللي نجحوا فريرة يعني بمعنى تاني فريرة قدر يغزل بالمجموعة اللي كانت موجودة نهاية الموسم اللي فات صح والسوري ما قدرش يغزل بلعيبة حتى لو علناه الكواليتي شوية صح تعليل الكواليتي قوي لدرجة في الخيال كده هي درجة مستحيلة انت عادت بتتكلم مثلا عن اتنين مساكين من الثلاثة لازم يكونوا بيجيدوا بناء اللعب انت بتقعد تدور عليهم في مصر بمنكاش في منتخب مصر طبعا طبعا تروح ضرب مانشستر سيتي بالكواليتي اللي هناك ما هي الطريقة اصلا بتاعة التلاتة اللي بينهم والمساك على فكرة بيب انا عايز اقول حاجة بيب جرب التلاتة دي مرتين قبل كده قبل ما تنجح في مانشستر سيتي جربها في البرصة في البداية يام سيدو كايتا ومش عارف وجربها في البايرد وما نجحتش وقاب لي فانخال جربها مع البرصة في الموسم اللي مسك في البرصة وما نجحتش اول مرة التلاتة اللي هو قلب ادفع واحد والاتنين اللي هما يبقوا ظاهرين تنجح السنة دي مع مانشستر سيتي بعد اكثر من تجربة وحط نقطة اللي بيدرب بيب وبيختار لعبة جيدة واللي بيدربهم بيب بيعمل مجهود كبير جدا في التدريب مع اللاعبين والكلام فانت فكرة انت بتلعب بقلب ادفع واحد وظاهرين اللي هما ظاهرين يبقوا مسكين والدفندر يعني هو رؤى مثلا احرز هدف في نفسه في لقاء الاسماعيل بس الناس مش يغضى بقى لحاجة ان يرؤى في لحظة كان المفوض يبقى مساج فالرجل بيرجع بوشه انتفاجة من المساج ده لازم يرجع بظاهره ويبقى مش عارف ايه وعملها في مطشة اسوان كان بوشه والنهاردة في مطشة الداخلية راجع بوشه الموقف يعني لو ما غادش يجون برصة في النهاية ده واحد دفندر مطلوب منه يبقى مساج وامور معقدة شوية ولكن حنيرجع نقول تاني ان المجموعة اللي موجودة في الزمالك دي ما نجحتش مع فريرة ما نجحتش مع كابتر احمد عبد مقصود مش هتنجح مع اي مدرب حالي لو انت استمتقاس النجاح اللي هو ان انت تنهي الموسم اول او تاني اول ده انتهى من زمالك خلاص دور الاول تاني حاليا انتهى كمان على فكرة انت كنت بتقول ان الزمالك هدفه وانا سمعت مجلس الادارة لا هو حاليا ان الفرق بعبره من زي الفعلي 11 نقطة فالموضوع انتهى انت الزمالك حاليا بقى الهدف المنطقي اللي هو تفنش تالت او رابع عشان الكاس مش هينتهي فخلي بالك في خطر نفسه في الزمالك على المركز الرابع تالتحاد والمقاولين وشعيف ايه ممكن انت بعيد شوية بس انت عندك مباريات مع الفرق دي وحزبه النقطية فالزمالك لازم يستقدف الكمفدرالية كهدف تاني انما لو السوريو بقى عايز يكمل بالطريقة دي قدامه طريقين عافية هو مش بيلعب تلاتة وراء على طول طول الحياة اما يرجع يلعب تاني بطرق قابلة للتطبيق اكتر او يعلي بقى الكواليتي هو راجل جاي من كولومبيا ويجيب بقى لعبة من امريكا الجنوبية بتسلم وتستلم وتتحرك والحاجات ده كل